موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيس مصر نتابع فيها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن الموقف المصري من المفاوضات مع حماس ونناقش تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه ونصلط الضوء على تصنيف مصر في مؤشر تطوير السياحة والصفر الصادر على المنتدى الاقتصادي العالمي تابعون بحث وزير الموارد المائية والريء الدكتور هانيس ويلم مع مدير عام البيئة في الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وبروكسل في قطاع المياه جاء ذلك على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد في باليب اندونيسيا وجرى التأكيد في اللقاء على تشغيل مجموعة عمل من القبراء الفنيين في مصر والاتحاد الأوروبي لمتابعة تتشين برنامج الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وأكد الوزير المصري أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي للمساهمة في رفع كفاءة المتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ في قارة إفريقيا ينمو إلينا من القاهرة دكتور عباس شراقي أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أهلا بك معايا دكتور عباس وفي البداية يريد تطلعنا على أوجه سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه أولا تحيات لحضرتك سيدة سالمة وكل سادة المشاهدين في مجال الموارد المائية هو المفروض أن يكون هناك تعاون بين كل دول العالم لأن المياه عندما تسقط الأمطار لا تعرف الحدود فهناك أماكن بها كميات كبيرة جدا من المياه وأنهار ولكن هناك أيضا دول فقيرة لا تستطيع استغلال هذه المياه وتتركها تذهب هباء في البحار والمحيطات وأماكن أخرى جافة كما هو الحال في الدول العربية ومن هنا وجب التعاون من الدول الغنية مع الدول الصحراوية وأيضا الدول الغنية ماليا زي الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها من هذه الدول لمساعدة الدول الفقيرة والتي لديها مياه ولا تستطيع استغلالها هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بين مصر ومجموعة منظمات عالمية ولكن هنا الاتحاد الأوروبي كجهة أولا هناك تبادل العلوم المائية هناك أفكار للمشروعات المائية هناك دعم من الاتحاد الأوروبي لبعض البرامج المائية سواء في مصر أو في القارة الإفريقية ومن هنا ننظر للاتحاد الأوروبي على أنه جهات خبرة وكانوا معنا في مفاوضات سد النهضة كان موقفهم أي دكتور عباس لكن بشكل عام كان موقفهم في مفاوضات سد النهضة هل بيميلوا للموقف المصري لدعم الموقف المصري السوداني ولا بيميلوا لدعم الموقف الإثيوبي ولا كانوا شايفين أن الموقفين أصحاب أراء ومشواغدين موقف منحز لأي نجا هو للأسف الجانب الإثيوبي اشترط على جميع المراقبين بما فيهم الاتحاد الأوروبي أن يكون متفرجا فقط ولا يتدخل في الحوار إلا إذا طلب منه أي رأي ولكن كان مستبعت تماما وبالتالي ما كانش له أي دور ومن هنا جاءت مصر والسودان في السنوات الأخيرة أنها طلبت لكي نصحح مصاري المفاوضات يجب أن تكون الأطراف الدولية لها دور بمعنى نحن طلبنا أن يبقوا وسطاء لكن إثيوبي رفضت الوساطة أن على الأقل يبقى ميسرين للحوار ليس أنه يبقى متفرج ولا يستطيع أن يتحدث لأن هذا شرط إثيوبي وللأسف وبالتالي نحن لا نعرف موقف هذه الجهات ولكن نحن كنا متأكدين أن أي جهة محايدة لما تسمع للأطراف ستنصف مصر لأننا لدينا الحق ألف في المائة ولكن إثيوبيا ترفض وجود هذه الأطراف هنعود مرة أخرى أو أنهم يكونوا وسطاء لهذا السبب هنعود مرة أخرى لملف إثيوبيا وسط النهضة والمفاوضات المصرية الإثيوبية المتجمدة الحقيقة منذ سنوات لكن بالعودة مرة أخرى للتعاون المصري مع الاتحاد الأوروبي في مجال المياه أي وأوجه الدعم اللي قدمتها بالفعل اللي قدمتها بالفعل للتعاون الأوروبي في مصر إلى الآن إحنا كنا اقترحنا إنشاء كيان في المؤتمر المناخ اللي كان منعقد في شرم الشيخ منذ عامين وهذا الكيان اللي بنقول اللي هو العمل من أجل التكيف المائي والاستدامة أو الصمود أمام التغيرات المناخية هذا البرنامج أنشأنا له مركز يسمى مركز المركز الإفريقي لتكيف المياه في القارة الإفريقية ومن هنا مطلوب الدعم لهذا المركز هذا المركز يحتاج بعض الأجهزة يحتاج خبرات يحتاج تدريب لبعض الأفارقة وبالفعل كان هناك وفود إفريقية في القاهرة للتدريب خاصة بمجال الموارد المائية وبالتالي نظرنا للاتحاد الأوروبي لكي يدعم هذا المركز بالخبرات وأيضا الدعم المادي لكي نساعد الدول الإفريقية مع التكاليف وفد للتدريب التكاليف عالية جدا ومن هنا أن الاتحاد الأوروبي يتبنى هذا المركز ماديا وأيضا نتبادل الأفكار والمعلومات آخر التطور للمشروعات المائية على مستوى العالم كإنشاء السدود أو توليد كهرباء أو للحد من المخاطر من التغيرات المناخية ولذلك نتكلم على التكيف إزاي نتكيف ارتفاع منسوب سطح البحر ارتفاع درجة حرارة زيادة غازات كل ذلك يتطلب التدخل من الإنسان ومشروعات نحن في مصر على سبيل المثال بعد الأبار المياه الجوفية نستخدم طاقة شمسية لكي نستطيع أن نرفع المياه من بطن الأرض إلى سطح الأرض بدلا من استخدام وقود لرفع المياه فإذا هذه أيضا طريقة للحد من الملوثات للمشروعات المصرية لمواجهة الفقر المائي في مصر إيه تقيمك بشكل عام للخطوات التي أخذتها مصر في هذا الموضوع حتى الآن خاصة لو وضعنا في حسابنا طبعا الموضوع تبطين الطرع وإلى آخره هو الحقيقة يمكن مصر صرفت أكثر من 500 مليار جنيه مصري في مشروعات مائية وهذا رقم لو من 10 سنين نقول أننا نصرفه كان مستحيل نتخيل صرف هذا الرقم في مجال الموارد المائية لأن هذا ليس فقط فيه التبطين الطرع التبطين الطرع جزء سواء نرتفق أو نختلف لأن التبطين في حد ذاته على الإطلاق غير مطلوب لكن هناك بعض الترع التي تحتاج إلى تأهيل يبقى هنا التبطين ضرورة وهناك الترع تؤدي وظيفتها بصورة جيدة بدون تبطين إذن لا دعي للتبطين في هذه لكن المشروعات الأخرى مثل إعادة استخدام المياه معالجة مياه الصرف الزراعي هذه مشروعات ضخمة جدا ومكلفة وبالتالي الدولة صارت فتح هناك أيضا مشروعات خارج مصر لم نبدأ فيها بعد وهنا هذه المشروعات تزيد من حصة مصر إحنا بقى 60 سنة بنقول إن حصة مصر المائية سنويا 55.5 مليار أنا الأواني نقول لا إذا بقت 60 أو بقت 65 وهكذا هذه المشروعات في الخارج ومشروعات اللي في الداخل نحن نواجه دلوقتي إن حصة مصر احتمال تقل مع وجود سد هذا ومع تعنط الإثيوبي اللي لم تنجح حتى الآن فيه أي مفاوضات من بين الجانب المصري من الجانب الإثيوبي يبقى زي هنتكلم عن زيادة حصة مصر في المياه لا زيادة حصة مصر من الموارد المائية ده ضروري وهناك المشروعات تم دراستها من أكثر من 70 و 80 سنة هناك مشروعات داخل السودان وداخل جنوب السودان 70 و 80 سنة اللي لم تنفس حتى الآن ليه دكتور عباس يعني مصر مش بتعاني من فقر مائي أول مبارح مصر بقالها سنين بنتكلم عن الفقر المائي فلو فيه مشروعات بالفعل ليه لغاية دلوقتي مجمدة هو المشروعات لو تحدثنا أيام السد العالي كان نصيب الفرد 2000 متر مكعب في السنة وبالتالي ما كانش فيه مشكلة نقص المياه لأن كان عدد السكان 30 مليون لما نيجب سنة 90 أصبح عدد السكان مساوي تقريبا لكمية المياه أن كل فرد يبقى له 1000 متر مكعب وهذا هو المطلوب لكن بعد سنة 90 بدأ العدد السكان بيتزايد وكمية المياه ثابتة والآن نصيب الفرد 500 متر مكعب إذن الآن بالفعل يبقى فيه حاجة مساة لمزيد من هذه المشروعات الآن يمكن قبل 50 سنة قبل 50 سنة كان فيه وقر مائية دكتور عباس هل بالعودة مرة أخرى لملف سد النهضة هل فيه أمل لعودة المفاوضات مرة أخرى أنا متأكد المفاوضات لا بد أن تعود لأن لازم هذه المشكلة أن تحل بالمفاوضات لأن عندنا الآن بحيرة في إثيوبيا حاليا 35 مليار متر مكعب العمل العسكري أصبح عملها صعبة إذا كان مصر ما عملتهاش والبحيرة فاضية مش ممكن مصر تعملها والبحيرة فيها هذا الرقم حاليا والصف القادم قد تصل إلى 64 مليار متر مكعب إذن لا بد من التفاوض والحقيقة اللي بيخلي الجانب المصري أنه يعني يتفاوض وفيه وفيه ضبط نفس أن هناك السد العالي السد العالي به احتياطي يعني يكفي بسبب المشروعات اللي كلفتنا الـ 500 مليار جنيه فإذن وجود السد العالي يجعل الحكومة المصرية أكثر انضباطا وصبرا وتحملا للموقف الإثيوبي بشكرك دكتور عباس أستاذ الجيولوجيا والمورد المائي بجماعة القاهرة شكرا لك دكتور نورتين في زيارته إلى طهران يمثل وزير الخارجية سامح شكري مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية يشارك في المراسم نحو 50 وفدا أجنبيا رفيع على المستوى تضم أكثر من 10 رؤساء ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء إضافة إلى وفود أخرى على مستوى رؤساء برلمان ومبعوثين خاصي وقد أعربت الرئاسة المصرية عن تعزيها في وفاة الرئيس الإيراني والمرافقين له في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد رحبت مصر بقرار كل من نرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وقالت إن هذه الخطوة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما دعت الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد للانضمام إلى هذا الاعتراف صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لقناة CNN الأمريكية بأنه يأمل إن تفهم مصر أن نتلا أبيب لن توافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حركة حماس وأوضح مصدر مصري رفيع لوسائل إعلام مصرية أن القاهرة حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنصيق معها بشأن معبر رفح من جهته وخلال الجلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ هي الأولى ضمن أربع جلسات مقررة اليوم الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة في إسرائيل يعقد جهود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ينضم إلينا من القدس أحمد دراوشة مراسل العربي أهلا بك معايا يا أحمد وفي البداية اطلعنا على تفاصيل تصريحات نتنياهو الأخيرة بخصوص بالشأن المصري أهلا بك يا سلمة واضح أننا أمام أزمة في العلاقات بين مصر وإسرائيل توصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها الأسوأ منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد علما بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية شهدت توترا كبيرا خصوصا بعد اغتيال السادات وفي السنوات الأولى لحكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك لكن هذه الأزمة الحالية توصف بأنها غير مسبوكة وهناك خشية إسرائيلية من أن تؤثر على العلاقات وحتى إلى قطع العلاقات بدأت هذه الأزمة في بداية الحرب على قطع غزة خصوصا مع تهجير شمالي قطع غزة باتجاه رفح كان هناك قلق مصري عبر عنه على لسان أعلى المستويات في مصر من أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي تهجير الغزيين إلى داخل الأراضي المصرية وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية هذه الخشية المصرية عززتها تصريحات وزراء في إسرائيل أحمد لو ممكن تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين عن أهم نقاط الخلاف بين قاهرة وتل أبيب بشأن التفاوض لوقف الحرب على غزة مصر تلقي بثقلها من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة إلى درجة أن إسرائيل تتهم الوساطة المصرية بأنها منحازة لحركة حماس مصر تعتقد أن يجب على الاحتلال الإسرائيلي التعهد بإنهاء الحرب على قطاع غزة التعهد بعدم بدأ أي عملية عسكرية في رفح لتأثير ذلك على الأمن القومي المصري كذلك تطلب مصر التعهد من الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم معبر رفح لجهات لا يجري التوافق عليها مع مصر ومع السلطة الفلسطينية مصر ترغب بحسب تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية بطبيعة الحال بأن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على معبر رفح بينما الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن جهات محلية أخرى وهذا الأمر لا يعجب السلطات المصرية لأن هناك شيئا ما رمزيا في معبر رفح هو آخر نقطة سيطرة فلسطينية في كل فلسطين التاريخية مع أي دولة عربية حواجز الضفة الغربية مع الأردن تسيطر عليها إسرائيل بين فلسطين التاريخية وسوريا ولبنان هناك حدود يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل بالتالي النقطة الوحيدة الفلسطينية بذات السيطرة الفلسطينية الخالصة مع حدود أي دولة عربية هي معبر رفح هناك أهمية كبيرة لهذا الموضوع ويبدو أن مصر واعية لهذا الأمر وتريد أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على القطاع الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصدر أزمته الاتهامات في إسرائيل توجه بالأساس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يميني نتنياهو بأنه يعرقل صفقة التبادل خلال الفترة الماضية شهدنا تسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية تحاول تصدير الأزمة وتتهم مصر بأنها هي واسعا في وسائل إعلام عربية وأمريكية لكن في إسرائيل لا يوجد صدى واسع في هذه التقارير لأن القناعة عند عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين وعند كثيرين خصوصا في الوفد المفاوض الإسرائيلي أن من تسبب بعرقلة المفاوضات مع حركة حماس ليس مصر إنما بن يميني نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يرفض التوصل إلى اتفاق وهناك أيضا جانبه شخصي سلمان لننساه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانيكبي والدته هي أبرز معارض لاتفاق السلام مع مصر وهناك فيديوهات شهيرة لها وهي تصرخ داخل الكنيسة رفضا للتوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد وإخلاء المستوطنات في سيناء شكرا أحمد شكرا لأنمامك إلينا من القدس أحمد دراوشا مراسل التلفزيون العربي احتلت مصر وفق مؤشر تطوير السياحة والصفر الصادر على المنتدى الاقتصادي العالمي المرتبة الحادية والستين بين مائة وتسعة عشرة دولة وجاءت في المرتبة الحادية عشرة على مستوى الشرق الأوسط وقد ارتكز التقرير الذي يصدر كل عامين على تحليل نقاط القوة والضعف في الاقتصادات التي تشكل وجهات للسفر والسياحة وجاء في النقاط الإيجابية تعدد المواقع الأثرية في مصر ومنح الحكومة أولوية لتعافي قطاع السياحة من تبعات أزمة كوفيد والتنافسية السعرية وفي المجالات التي تحتاج إلى تطوير عدم جاهزية تكنولوجيا المعلومات في قطاع السياحة وتحسين الخدمات الصحية للسياح وكذلك إجراءاته الأمن والسلامة وينضم إلينا من قاهرة دكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي أهلا بك معايا دكتور محمد والحقيقة يعني خبر إيجابي أن مصر تتقدم في تقرير التنافسية السياحية والسفر وتصل إلى مرتبة 61 لكن أيضا كيف تنظر إلى المرتبة 11 في الشرق الأوسط هل ممكن كاننا نتقدم في مساحة الشرق الأوسط أكثر من ذلك في رأيك مساء الخير يا أستاذة سلمة تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الحقيقة خلينا يعني نبص على الموقف الحالي تاقطاع السياح إحنا مرة تقريبا أربعة أشهر من العام الحالي 2024 لو ضربنا الأرقام المعلنة في الأربعة أشهر دول في ثلاثة عشان نشوف مثلا المتوقع في عام 2024 هنلاقي تقريبا 15 مليون سائح وتقريبا عائدات 13 مليار دولار والرقمين دول يكادوا يكونوا أعلى أرقام في تاريخ قطاع السياحة اللي كان مسجل أبريكا في مقابل 2011 ده أولا ثانيا إن قطاع السياحة زي محارك ذكرتي في مصر هو له بوتنشيال ضخم جدا للنمو لكن بيواجه بمجموعة من المشاكل حارك اتكلمتي على المكانة في الأقليم المكانة في الأقليم ممكن تكون مش أفضل حاجة نظرا لأن مؤشر في مدن أخرى أعلى كثيرا من بعض المدن اللي موجودة في مصر جودة الحياة يعني هتلاقي الحاجات الحاركة الذكرتية المرتبطة بالزبط كده الحاجات المرتبطة بالخدمات الصحية بالأمن يعني الأمن وصل دكتور محمد أنا هنتهز أن أنت أشرت للنقطة دي والحياة أنها نقطة هامة جدا أن مستوى جودة الحياة بشكل عام في مصر ممكن يؤثر على قد مصر ممكن تستفيد من قطاع السياعة يعني عشان نقول الكلام ده بشكل أسهل للحكومة عشان حكومة تفهمه أن كل ما جودة الحياة زادت في مصر وجودة مثلا الخدمات الصحية اللي احنا بنقدمها للشعب للمواطن عادي ده برضو هيرفع من جودة الخدمات الصحية اللي بنقدمها للسياح فممكن سياح أكتر ينضموا لقطاع السياحة ويجوا ويتطمنوا أنهم يقدروا يتعالجوا ده غير أن احنا ممكن نعمل قطاع سياحة علاجية بالأساس دي وقت المحمد خلينا نشرح للحكومة إزاي أن هي لو اهتمت بمجال الصحة وسحة المواطن ممكن ده يعود عليها أصلا اقتصاديا إن هي تكسب برضو فلوس من حاجة زي كده بكل تأكيد بكل تأكيد وأنا هضيف أمور أخرى كمان للأمر الحاجز فيما خلص قطاع السياحة حضرتك إحنا دلوقتي مثلا عندنا تقريبا ما يعادل 250 أو في حدود 250 ألف غرفة سياحية في مصر القطاع السياحة لشان يحقق أعلى عائدات لمصر أنت محتاجة أن أنت ترفعي الغرفة السياحية لتقريبا مليون غرفة سياحية يعني أربع أضعف ده في حد ذاته استثمار ضخم جدا أولا ممكن الاستثمار ده يبقى استثمار أجنابي مباشر لكن المشكلة أن الاستثمار أجنابي مباشر ده بيوجه مشاكل مرتبطة مثلا بالبيروقراطية وتعقدتها وبالتالي أنت محتاجة تعملي الـ الـ ترانسفورميشن بشكل سريع جدا عشان خطر تزيل العواقل بيروقراطية الخدمات لماذا لا لدينا تكنولوجيا يعني هم برضو ذكروا نقاط الضعف لماذا لا لدينا قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجال السياح الشبكات مثلا الاتصالات في مصر لا يمكن وصفها بأنها بطيئة لكن لو قرنتيها بقى المدن السيحية المنافسة في الأقليم هتلاقي فارق في السرعة كبير جدا لصالح دبي لصالح حتى إسطنبول في تركيا أو حتى في المغرب فالاتصالات مثلا من ضمن القطاعات اللي محتاج التطوير والسرعة ويدخال الـ 5G والأمور دي كلها هي الفكرة أن أنت قطاع سياحة في مصر عندك بوتينشيال ضخم جدا للنمو لكن المنافسة الإقليمية دلوقتي حتى على مستوى الاستثمار بشكل عام أو حتى على مستوى جاسب الاستثمار بشكل عام مش في قطاع سياحة فقط من 20 سنة يا أستاذ سلمة كانت المنافسة في الإقليم تتمثل مثلا في تركيا تركيا بتجيب استثمارات أجنبية ضخمة لكن دلوقتي دخل دخلت الإمارات ودخلت الرياض ودخلت سعودية في اكتذاب الاستثمارات ودخلت المغرب وبالتالي المنافسة الإقليمية بقت ضخمة جدا سواء كان على اكتذاب الاستثمارات بشكل عام أو حتى داخل القطاع السياحي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وفي دول كانت صفر سياحة زي السعودية باستثمارة طبعا السياحة الدينية دلوقتي بتعمل استثمارات ضخمة جدا لإكتذاب السياحة طرفية في مدن بتنشأ حديثا على البحر الأحمر بالضبط وبالتالي المنافسة بتشتد جدا وده بيحتاج توفير أفضل خدمات مصحبة للقطاع يعني أو معاونة للقطاع اللي احنا نحن نكلم فيها الاتصالات الأمن العام الصحة تسهيل البيروقراطية عشان خطر بفيه جاذب لإستثمارات أجنبية مباشرة في قطاع السياحة لأنه قطاع جاذب لإستثمارات أجنبية مباشرة ومدر للدولار يعني كأنك بتصنعي منتجات وبتصدريها هو شكل من أشكال تصدير الخدمات وبالتالي كل الأمور دي هي بكت جعلة بعضها تسهيل الإجراءات للمستثمر بعد ما يقوم استثماراته يعني معظم المشاكل المستثمرين في مصر بتبقى مرتبطة بالتعامل مع الضرائب والجمارك وهذه الهيئات والخدمات المالية مع الحكومة أو العلاقة المالية مع الحكومة وبتالي الحاجات دي لما تتحول إلى شكل الدجتر لشكل الإلكتروني بشكل كامل ده هيزيل الكثير من العوائق وهيفتح المجال للنمو بشكل أكبر من الأرقام الحالية 13 مليون طب دكتور محمد يعني مليار دولار كعائدات سياحة ده أولا جدا كلنا عارفين الأثر السلبي لتحريك سعر الدولار اللي حصل في الأسبوع الماضي لكن هل فيه أثر إيجابي ممكن نكون نحن مش شايفينه في قطاع السياحة نظرا لضعف العملة المصرية ما من دولار تخفيض العملة المحلية أي إن كان باجني مصري ليرة تركية تخفيض أي عملة محلية في مواجهة العملة الحرة أحد مميزاته الأساسية أو أحد الأثر الإيجابية لذلك هو جذب السياحة أكبر وفرصة للصادرات أكبر وبالتالي تأثير على قطاع السياحة تأثير إيجابي ده يختلف طبعا عن تأثير ضعف القوة الشرائية مثلا للمواطن حائز العملة المحلية ده أمر آخر لكن بالنسبة للسياحة ده أمر إيجابي جدا زي بالنسبة للصادرات أيضا تخفيض العملة المحلية بأمر إيجابي لأنه بيزيد التنافسية بتاعة المنتجات المنتجة بناء على هذه العملة بشكورك كنت معنا من القاهرة دكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي وصلنا إلى ختم بتوقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة مزيدا من الأخبار على موقعنا العربي ددكم إلى اللقاء تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر